السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اخوتي معنا في هذا فيديو جديد. وهذا فيديو على المنسخب الوطني المغربي. وحاول لقاء ليستوطو. لقاء العتقام يوم الاثنين. طبعا. لقاء صعب. جدا. وخح نعرف ان كان دولة ليستوطو نهزم مع افريقيا الوسطى بثلاثة واحد. ليستوطو اللي فيها جزء من يولد الناس. مشيو حد البلاد اللي عنده حد تاريخ كبير. اه العاصمة ليستوطو فرشال الله ثلاثة مئة وخمسين اهل بالناس. اذا دولة ليستوطو مشيو حد دولة لي كبيرة. مشيو حد دولة لي عندها تجريبة كبيرة في مجال كوراة القدم كندر مع مرس اهل سيفرقال. اما اردون وكندر مع وكأس العالم طبيعا. حان ما امرس اهل كله. اذا المنتخب الوطني المغربي يدخل بوحد شكيلة. اللي يقدر يغلب عليها بزاف دية التغييرات على حسب اللقاء الاول. اذا ده اه اتقان امام منتخب القابوني. لمشي وفوزنا بربع الواحد. لمشي ان حراسة المرمى ممكن جبره الحارس. مونير المحمدي حارس ناطت بركان. هو لي بحراسة المرمى حارس اه لشرق كل الالعاب الاولمبيا كان من الحراش. جيدين صراحة ديه المنتخب الوطني المغربي الاولمبي في الالعاب الاولمبيا كان من الحراش الجيدين صراحة. عمشيو الخطة الدفاعي ممكن جبره اللاعب سنتيتي الفرنسي يونس عبد الحاميد كاساسي في هذا اللقاء يونس عبد الحاميد 36 سنة تجريبة كبيرة وكبيرة بزاف صراحة خاصة في الفرق اللي كيلعب فيها ماشي في المنتخب لانه المنتخب لعب فترات متقطعة بشيول لحده ممكن جبروا اللاعب اشرف داري لعب نادي الالي المصري اللاعب لي صراحة حسابه بدكي راكم واحد تجريبة كبيرة مع المنتخب خير دالي لانه شارك معنا في الملحمة للمونضية لوجه الجلادة في اللقاء الترسيب امام المونضية امام كرواتيا وكذلك العم على نصف النهائي امام فرنسا اذا اشرف داري ابتكي راكم واحد تجريبة كبيرة عن المنتخب الوطني المغربي لمشينا نبطاهر الايمن ممكن جبروا دائما نصف بزراوي اللاعب نادي بماشرة الانجليزي هناك لمشينا نبطاهر الايسر وكان دون ممكن يلاعب زكريا الواحد واخر لعب البطل بجيقية وخمشي ما كالاصلي ديالو كان دون زكريا الواحد هو اللي ممكن يلاعب ديكي جياه للمشينا نبطى وسط الميدان كان دون ممكن يبدأ بوسامة ترغالي لاعب نادي لهابر الفرنسي كارتكاز ممكن لان لقاء اللي صوته لا يحتاج ان اللاعبين يكونوا كبار الاعبين صراحة يكون عندهم واحد جريبة او الدخل تشكيلة اساسية دياليك لان اللقاء اللي صوته باش نكونوا منطقيين وخير اللي عادة الساقن في اقاذر مشيو حد لقاء اللي هو صعب هذا اللقاء حداد امير ريشاريسو اللاعب نادي في رونسينا الايطالي كذلك ممكن يكون كاساسي في هذا المواجهة وحدهم كذلك كمضون لعب حاكم زياش لاعب نادي غارة تساراية تسوركي ممكن يلعبك وسط ميدان هجومي حال يلعب لقاء القابون هذه هو التولتي اللي هو الوسط الميداني لمشينا الخط الهجومي ممكن يبدأ بلاعب ابراهيم دياز لاعب نادي الريال مادريد باش دائما دكتونائية جياش ودياز يديو حد تراكم لقاءات لي بزاف مع بعض يهم البعض باش يوقع دكتوني جيم بين جياش وبين دياز لمشينا الجناح الايصار علش ملاعب لاعب سوفيان الراحيمي كجناح ايصار أنا معاه اليوم يلاعب سوفيان الراحيمي كجناح ايصار طبيعا الحال وخوة رأس حربة لعب في اللقاء الاول امام القابون اليوم علش ملاعب شررحيمي كجناح ايصار عب ثاني مزيانة بزاف ونشوف ينصير يلاعب البطلة التركية كرأس حربة هذه التشكلة اللي كان شوف اينا اللي ممكن يخدم عليها الراحيمي في هاتي اللقاء ديال المنتخب اللي سوتو هاتي اللي كان شكرا مشاهدين الكرام والى اللقاء اللي سوتو هاتي اللقاء